السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد قيس عبدالغني في الحلقة الثانية والعشرون من برنامج بودكاست مفكرة اقتصادية وبعنوان تقرير مبيعات التجزئة الريتيل سيلز اذا اخواني العزاء لطالما نشاهد في الرزنامة الاقتصادية خبر تقرير مبيعات التجزئة وباذن الله تعالى من خلال حلقة اليوم نتعرف عن ما هو تقرير مبيعات التجزئة وايضا تأثير تقرير مبيعات التجزئة على كل من الدولار الامريكي والذهب والمؤشرات الامريكية وسوق الاسهم الامريكي وايضا اهمية تقرير مبيعات التجزئة للمتداولين في الاسواق المالية اذا اخواني العزاء نبتدأ حلقة اليوم بمعرفة ما هو تقرير مبيعات التجزئة ريتيل سيلز اذا اخواني العزاء هذا التقرير هو مقياس اقتصادي هام يقيس اجمالي الارادات من متاجر التجزئة في الولايات المتحدة الامريكية ويتم اصداره شهريا من قبل مكتب الاحصاء الامريكي ويعتبر احد المؤشرات الرئيسية التي تعكس صحة الاقتصاد الامريكي حيث يشير الى مستوى انفاق المستهلكين الذي يشكل جزءا كبيرا من الناتج المحلي الاجمالي اذا اخواني العزاء بعد ان تعرفنا على تقرير مبيعات التجزئة الريتيل سيلز نتعرف على تأثير هذا التقرير على الدولار الامريكي حيث ان ارتفاع مبيعات التجزئة اذا جاء التقرير اقوى من المتوقع فانه يشير الى ان المستهلكين ينفقون اكثر مما يعزز الثقة في الاقتصاد الامريكي هذا غالبا ما يؤدي الى تعزيز الدولار الامريكي حيث يعتبر علامة على اقتصاد قوي وربما يؤدي الى توقعات برفع اسعار الفائدة من قبل الاحتياط الفيدرالي اذا اخواني العزاء في حالة انخفاض مبيعات التجزئة اذا كان التقرير اقل من المتوقع فقد يشير الى تراجع في انفاق المستهلكين مما يضعف الثقة في الاقتصاد وهذا يمكن ان يؤدي الى ضعف الدولار الامريكي حيث قد يتوقع المتداولون ان الاحتياط الفيدرالي قد يتبنى سياسة نقدية اكثر تيسيرا اذا اخواني العزاء لنتعرف عن تأثير تقرير مبيعات التجزئة على الذهب اولا في حالة ارتفاع مبيعات التجزئة عندما تكون مبيعات التجزئة قوية فانها تشير الى اقتصاد قوي مما قد يؤدي الى رفع اسعار الفائدة وبالتالي ضغط على اسعار الذهب لكونه لا يوفر عوائد مثل السندات او الاسهم ويمكن ان يصبح اقل جاذبية في ظل ارتفاع اسعار الفائدة وهذا يؤدي الى انخفاض سعره اما في حالة انخفاض مبيعات التجزئة اذا كانت مبيعات التجزئة ضعيفة فقد يؤدي ذلك الى توقعات بتيسير السياسة النقدية مما قد يدعم اسعار الذهب نوعا ما كملاذ امن ضد التضخم وانخفاض العوائد في الحالات الذي يكون هناك تخوف من تسارع التضخم وعدم السيطرة عليه اذا اخواني العزاء ننتقل الى تأثير تقرير مبيعات التجزئة على المؤشرات الامريكية وسوق الاسهم الامريكي اولا في حالة ارتفاع مبيعات التجزئة يمكن ان يؤدي الى ارتفاع الاسهم حيث ينظر اليه كعلامة على قوة الاقتصاد مما يعزز ارباح الشركات وخاصة في قطاع التجزئة هذا يعزز ثقة المستثمرين في السوق ويدفع المؤشرات الامريكية مثل مؤشر الداو جونز وستاندرد اند بورز والاس بي فايف هندرد للارتفاع اذا اخواني العزاء في حالة انخفاض مبيعات التجزئة يمكن ان يؤدي الى انخفاض الاسهم حيث قد يشير الى تباطئ اقتصادي محتمل مما يقلل من ارباح الشركات ويضعف الثقة في السوق هذا قد ينعكس سلبا على المؤشرات الامريكية اذا اخواني العزاء لنتعرف ان اهمية تقرير مبيعات التجزئة للمتداولين في الاسواق المالية وهناك اهمية تكمن اولا من حيث قياس انفاق المستهلكين ويعتبر هذا التقرير مؤشرا مباشرا على انفاق المستهلكين وهو جزءا اساسي من الاقتصاد المتداولون يعتمدون عليه لتقييم صحة الاقتصاد الامريكي واتجاهاته المستقبلية وهناك اهمية ثانية تكمن من حيث توقع السياسات النقدية ويمكن ان يؤثر التقرير على توقعات السياسة النقدية للاحتياط الفيدرالي حيث ان ارتفاع مبيعات التجزئة قد تشير الى ضغوط تضخمية محتملة مما قد يؤدي الى رفع اسعار الفائدة في المقابل انخفاض المبيعات يشير الى ضعف اقتصادي يدفع الفيدرالي الى خفض اسعار الفائدة هناك اخواني العزاء اهمية ثالثة واخيرة وهي تأثير واسع على الاصول المالية بما ان التقرير يؤثر على الدولار الامريكي فانه يؤثر ايضا على مجموعة واسعة من الاصول المالية بما في ذلك الذهب والاسهم والسندات والمتداولون يستخدمون هذا التقرير كجزء من استراتيجياتهم في التداول اليومي والاستثمار طويل الاجل اذا اخواني العزاء خلاصة القول وفي الختام تقرير مبيعات التجزئة هو مؤشر رئيسي يعكس مستوى انفاق المستهلكين مما يجعله مهم جدا للمتداولين في الاسواق المالية ويمكن ان يؤثر بشكل كبير على حركة الدولار الامريكي وسعار الذهب والمؤشرات الامريكية وبالتالي فان فهم هذا التقرير وكيفية تفسيره يمكن ان يساعد المتداولين في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة اذا اخواني العزائيل هنا نكون قد وصلنا الى ختام هذه الحلقة اشكر لكم حسن المتابعة وتقبلوا مني طيب التحيات وفي امان الله